من يقرر مصير أمن لبنان سؤال لا يزال يتردد بكثرة كلما تجدد تبادل القصف بين تل أبيب وحزب الله اللبناني هذا الأخير الذي اختار قصف مزارع شبعة ضمن ما سماها محاولة إغلاق ملفات سابقة من خلال هذه العملية لم يستطع الرد عليها حتى الآن لكن المفاجأة هذه المرة تأتي باعتراض غاضب من أهل منطقة شوية في قضاء حصبيا المنطقة التي انطلق منها القصف حيث طوق الأهالي عربة تحمل منصة صواريخ تابعة لميليشيا حزب الله رفضا لمحاولة استخدامهم كدروع بشرية وتعريض حياتهم للخطر محاولة تحويل لبنان إلى ساحة للمناوشات بين إسرائيل ولبنان هو ما ترفضه أطراف سياسية لبنانية ومنهم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعزع والذي حذر من اللعب بالنار وزيادة عذابات الشعب اللبناني بينما رفض اللواء أشرف ريفي وزير العدل لبناني السابق من تكرار مأساة مرفأ بيروت مرة أخرى عند الحدود اللبنانية المحتلة وعليه يبقى لبنان بحسب مراقبين أحد الخاسرين من صراع النفوذ في المنطقة في وقت يعجز في حزب الله عن غلق أتون حرب مفتوحة تتسبب بها مغامراته ذلك بالتزام مع رغبته بالحفاظ على قواعد الاشتباك القديمة مع تل أبيب والتي قد تخرق حسب الحاجة كما ترى إيران التي تسعى لنيني مكاسب ضمن مفوضات فيينا عبر التلويح بأدواتها وتحريك وكلائها في المنطقة ترجمة نانسي قنقر